عندي ولد أو ولدين بفرق جيل بينهم الأول 11 سنة والثاني أربع ما يتفقون بتاتم طيب يعني عادي ما يتفقون ساعديهم أنتي واستثمري عدم اتفاقهم في شلون يقدرون يتفقون ساعديهم في التفكير ساعديهم في التحليل وهذه حقيقة نقطة مهمة شوفوا أنتوا دايما في التربية التربية شنه تربية هي هو بالمناسبة ترى علباءنا في السابق ما كان عندهم مصطلح تربية لما تقرون الكتب كتب التراث ما في شيء اسمه تربية في شيء كان اسمه تزكية يسمونه تزكية النفس أو بعض العلماء يسمونها السياسة النفس أو يسمونها الأدب يعني مثل الإمام الماوردي لما ألف كتاب أدب الدنيا والدين شنه يقصد أدب الدنيا والدين يعني التربية ومنها تأديب الصبيان الأدب فالتأديب من الأدب أو ماكو تربية تربية هي تربية من مادة ربوة يعني مرتفع وبالتالي التربية هذا مصطلح معاصر إحنا الحين قاعدين نستخدمها واللي علماءنا في السابق استخدموا السياسة واستخدموا التزكية واستخدموا الأدب حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث اللي فيكم يتابع الأحاديث يشوف من أدب يقول من أدب فأحسن تأديبهما شوفوا فأحسن التأديب يعني قضية التربية هذا مصطلح تقول للحين يعني دارج عندنا وقاعدين نتكلم فيه وصار مصطلح علمي نسولف فيه فأنتي الآن اللي أقصده أنه أي مشكلة تربوية لا تشوفونها مشكلة عيونكم لا تشوفها مشكلة عيونكم ختشوفها فرصة أربي فيها أولادي علم أولادي شيء جديد من خلال المشكلة اللي هم فيها أنتوا لو تعيشون بهالنفسية ترى ما تكون التربية متعبة بالعكس تكون التربية ممتعة ليش؟ لأن كل غلطة يسويها الطفل أنا أفكر كيف أستثمر الغلط كيف أستثمر؟ يعني أنا دخلت الدار دخلت البيت ولا الطفل ماسك هذه مثلا وقاعد يأخذ ويرمي في الأرض يأخذ شدي ويرمي في الأرض يأخذ شدي ويرمي في الأرض طيب دخلت أنا وشفت وهو يرمي ش تسوون؟ تعصبون؟ طيب عصبتوا استفدتوا من التعصيبة أنتوا يعني؟ ما رح تستفيدوا طيب والحل الحل الحين هذولي موجودين كاهم شوفوا هذول موجودين على الأرض صح؟ طيحين في الأرض وشفتهم أنا طيب شلون أستثمر هذه؟ شلون أستثمرها تربويا؟ كيف؟ أنا بالنسبة لي الطفل ارتكب خطأ وهذولي على الأرض كيف أستثمرها تربويا؟ إذا كان طفلي مثلاً ضعيف بالحساب مثلاً وطيحهم على الأرض بس أنا استثمرتها حساب واستثمرتها لغة عربية وأقدر استثمرها شيء ثالث شلون؟ وهو أخذهم من هنا ورماهم على الأرض صح؟ أقول لها بابا تعرفي شون ترجعهم مكانهم؟ يلا جرب جرب خلنشوف هذه واحد ارجعت اثنين ارجعت ثلاثة ارجعت شذي أنا علمت مهارة يعني الآن في الغلطة اللي غلطها الطفل أنا علمت ثلاث أشياء علمت حساب علمت عربي علمت مهارة شفتوا هذا المثال الصغير اللي أنا قاعدة أسولف معاكم فيه شفتوا؟ هذا أنا أطبقى على ولد عمره عشرين سنة وأطبقى على بنت عمرها سبعت عشر سنة نفس التكنيك أبداً أي غلطة يرتكبها الطفل سواء كان صغير في السن أو كبير أستثمر الغلطة أني أعلم شيء جديد أعلم وأستثمر هذا الغلط هذه يسمونها تربية هذه يسمونها تأديم علماء أنا ليش قالوا ربا سيئة يفعلها المسلم الإنسان يعني فتكون سبب في دخوله إلى الجنة وربا حسنة يرتكبها المسلم تكون سبب في دخوله إلى النار بلله حلوا لهاللغز كيف سيئة تكون سبب في دخولي للجنة أنا سويت السيئة الغلطة لكني قاعدت أفكر ومسحت غلطتي وصلحت غلطتي يعني أنا تأدبت من الغلطة اللي أنا سويتها فكوني أنا تأدبت الله عز وجل جازاني الجنة يعني مثل إخوان يوسف عليه السلام كذبوا على أبيهم فأدخلهم الله الجنة شلون؟ هم كذبوا عليه قالوا له أنه أكله الذئب وتكذبوا لا أكله الذئب ولا شيء هم رموه في الجب لكن تابوا إلى الله وندموا على هذه الكذبة بعد أربعين سنة كما تقول روايات فعفى عنهم يوسف عليه السلام والله عز وجل تقبلهم فإذن ليس الخطأ أن يرتكب الطفل الخطأ بالعكس المفروض أنتم كأباء وأمهات إذا ارتكب الطفل الخطأ لازم تفرحون لازم تفرحون ليش تفرحون؟ لأنه هذه وسيلة للتعليم إحنا أبونا آدم ما أكل من الشجرة ما ارتكب خطأ ومنح هو ما ارتكبت خطأ لكنهم تعلموا طيب حين الله عز وجل ما يعرف قبل لا يأكلون من الشجرة أنهم بيأكلون من الشجرة الله ما يعرف الله يعرف طيب ليش الله تركهم؟ تركهم حتى يتعلموا من الغلط ولذلك بعد الغلط هم تابوا إلى الله فتعلم التوبة وتعلم عفو الله ومغفرته يعني مرة ثانية فأنتو لا يصير عندكم حساسية في التربية حساسية في يعني من أخطاء الأبناء أبداً أبداً أي خطأ يرتكب الطفل تقبل الخطأ بابتسامة أبداً لا تتوتر لا تعصب لا تزعل وإذا بتعصب عصب تعصيبة تمثيل مو حقيقية تمثيل يعني تأديب فقط طيب خسارة لم أتعرف عليك عندما كان أولادي صغار يعني طيب أنا ظنيت السؤال قاعد أركز لا لا إن شاء الله فيك بركة وإن شاء الله تعاوضون خير ليش لا؟ يعني هو ترى التربية يعني ما لها عمر ما نقول ولا راحت علينا ما في شيء ما راح علينا الإنسان ليه الموت وهو يقدر يزكي نفسه ويقدر يقدب نفسه ويقدب غيره لا لا إن شاء الله ما راحت عليكم شدوا حيلكم طفلي أربع سنوات حركي وعنيد شوفوا دائماً الحركي عنيد هاي طبيعي الحركي دائماً عنيد دائماً ليش؟ لأن الحركي اللي يتحرك 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 شو تقولوا لا؟ لا لا تتحرك هو يتحرك فأنت تقولون علينا عنيد هاي لا تلعب يلعب فتلقون علينا عنيد فهو دائماً الحركي دائماً عنيد لأنه نحن قاعدين نعطي أوامر وهو ما قاعدين يستجيب بس أنا أقول لكم يعني كونه أهوى ما يستجيب مو معناته عنيد لا 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 أبداً بس احنا لازم نوجد مكان يصرف فيه الطاقة يعني انتوا حين كلكم اللقاء تتابعوني حين اباء وامهات صح انا حين برجعكم عشرين ثلاثين اربعين سنة وراء انتوا لما كنتوا اطفال كل يوم كل يوم وين كنتوا تلعبون يلا اشوف جاوبوني على الشاشات خلا اشوف جوابكم يلا يلا كتبوا لي وين تلعبون لما كنتوا اطفال هاتوا اشوف يلا نلعب بالحوش زي ها نلعب في الساحة خارج البيت بالشارع بالسكة في الشارع في البيت في الشارع شوف 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 بالفريج بالشارع بالسكة في الحديقة بالشارع الشارع الشارع بالزقاق هاي زقاق مصطلح من اخوانا في شمال المغرب في الزقاق في الفريج في الحي في الشارع في التراب على التراب يلعب هاي زين شفتوا انتوا حين جاوبتوني ترى انتوا ثلاثة ارباعكم الحين اللي قاعد تابعون البرنامج هذا اللقاء يعني ثلاثة ارباعكم انتوا عندكم فرط حركة وانا معاكم بعد ترى انا بالمناسبة عندي فرط حركة كلنا اصلا عندنا فرط حركة بس احنا وحنا اطفال طاقتنا طاقتنا طلعناها يا في الشارع يا في الساحة يا في الحديقة يا في السكة يا بالفريج يا بالزقاق على قولة اخونا ها طلعناها برا البيت ما عندنا كان مشكلة نلعب بالشارع نلعب كل مكان فالطاقة اطلعت فلما ندخل البيت ندخل محترمين هادين ما نسوي مشاكل ليش ما نسوي مشاكل لان كل الطاقة وانا اطلعت في الخارج يعني انا انا وانا صغير كنت ألعب بالفريج عندنا ملعب من اتراب ونلعب حفاهي ألعب انا كرة قدم ساعتين ثلاث ساعات طيب حين ساعتين ثلاث ساعات وانا تحرك 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 هذا لما ادخل البيت أصلا بس أدور الفراش طيب الآن احنا لا نظلم عيالنا عيالنا وين عايشين اليوم حاطينهم بصناديق ومسكرين عليهم صح طيب مسكين الطفل ما يلام عنده طاقة عضلاته قاعدة تنمو اللغة مالتا قاعدة تنمو الحركة مالتا قاعدة تزيد طيب شو سوي وين يروح وين يروح ولذلك هذه لازم نفكر فيها احنا أنا عندي واحد من الابات شدي قال لي قال لي عندي عيالي شياطين الذوني أذية العالمين يقول فاش سوينا قلتها تعرف اشتر النطاطية ترمبين خليها في البيت يقول لي شرى ثلاث صاروا عيالها ينقذون يطمرون بهالنطاطية وصلني رسائل كثيرة يوميا من الاباء والامهات خايفين على عيالهم طبعا شنو ردة الفعل اللي ياخذونها الاباء والامهات يعزلون الابناء عن متطلبات الحياة ليش لانه خايفين من الانحراط خايفين ان تتشوه افكارهم خايفين انهم يتعرفون على اصدقاء سوء طيب هل الحل في العزلة هل الحل اننا نبعدهم ولا الحل في ان احنا نوعيهم ونربيهم تربية صحيحة الواحد مهما افتعد هذا المجتمع هو عايش فيه شونا ربي عيالنا تربية قوية نبني شخصيتهم نخلي عندهم ثقة بانفسهم نخلي ايمانهم قوي ونعلمهم كيف يتعاملون مع فتن ومع السلوكيات الخاطئة في الحياة خدمة معين التربوية في خدمتكم احنا نعين ونعين